اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على عمق ما يربط مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية من علاقات اخوية وتاريخية راسخة اكدت تمييزها في مختلف المحطات والتي تشهد نموا متسارعا في التعاون والتنسيق المشترك في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله منوها سموه بما يحرص عليه البلدان من تعاون مستمر في مجالات حيوية ومهمة تجسد تطلعاتهما التنموية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم مع لدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعددا من أعضاء الهيئة حيث رحب سموه بوفد أعضاء الهيئة الذي يزور البلاد وأشار سموه إلى أن مجالات حقوق الإنسان وحماية العمالة تمثل جوانب مهمة وتوجها دوليا وأمميا نحو تكريسها لافتا سموه إلى ما تحظى به هذه القطاعات من اهتمام وافر لدى كلا البلدين الشقيقين خاصة مع ما قامت به من جهود ومقطعته من أشواط كبيرة على هذه الصعود وتطرق سموه حفظه الله مع وفد هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى الجهود الحثيثة التي قامت بها مملكة البحرين باستحداث البرامج والقوانين التي تسهم في الحفاظ على الحقوق العمالية من جانبه أعرب معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بالتجربة البحرينية في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الإجار بالبشر وحفظ الحقوق العمالية اشتركوا في القناة